ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقل بكم الان مباشرة مشاهدين الكرام الى مطار القاعدة الجوية في الرياض وننقل لحضراتكم وقائع وصول حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ الصباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه وذلك لترأس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري الخامس عشر لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فننتقل بكم الان مباشرة وعلى الهواء مباشرة الى القاعدة الجوية في الرياض حيث يعقد اللقاء التشاوري برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمشاركة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ الصباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبقية قادة دول المجلس في ظروف بالقة الدقة لسيما على سعيد قضايا الامن الاقليمي لدول المجلس في هذه اللحظات نشاهد وإياكم على لواء مباشرة وصلت الطائرة التي تقل حضرة صاحب السمو امير البلاد والوفد الرسمي المرافق لسمو الى مطار القاعدة الجوية في العاصم الرياض حيث من المنتظر ايها الاخوة والاخوات نكون باستقبال السمو حفظه الله ورعاه على ارض المطار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وايضا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليل عهد وايضا اصحاب السمو الملكي الامراء وايضا اصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية اذا ايها الاخوة والاخوات تعد هذه القمة اول قمة خليجية يشارك فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ تسلمه مقالد الحكم في المملكة العربية السعودية في يناير الماضي خلفا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز يتابع اصحاب الجلال والسمو خلال اللقاء مسيرة العمل المشترك بجميع جوانبه السياسية والاقتصادية والامنية سعيا لتحقيق المزيد من الطموحات اي طموحات ابناء المجلس من التلاحم والتعاون والتقدم وايضا سوف يستعرض القادة في لقائهم المستجدات العربية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ما زلنا ننقل لحضراتكم هذه المشاهد الحية لوصول الطائرة التي تقل حضرة اصحاب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق للسمو الى المملكة العربية السعودية شقيقة حيث يرافق سمو حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي النائب الاول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة انس خالد الصالح ومدير مكتب حضرة صحاب السمو امير البلاد احمد فهد الفهد ورئيس المراسم وتشريفات الامرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ووكيل وزارة الخارجية خالد سلامان الجرال ورئيس الشؤون الاعلامية وثقافية بالديوان الامري يوسف حمد الرومي والوكيل للشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الامري الشيخ فواز سعود ناصر صباح وكبار المسؤولين بالديوان الامري ووزارة الخارجية رفقت سموه السلامة في الحل والترحال لقد اكد حضرة صاحب السمو ايها الاخوة والاخوات ان انعقاد مثل هذا اللقاء التشاوري يعكس حرص اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على متابعة كل ما يتعلق بمسيرة المجلس وتعزيزها لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب لشعوب هذه المنطقة كما ايضا يشكل هذا اللقاء التشاوري فرصة طيبة لتبادل الاراء حول المستجدات الاقليمية والعربية في هذه المرحلة المهمة في ظل ما تشهد المنطقة من تطورات واحداث متسارعة ان هذا الاجتماع ايها الاخوة والاخوات يأتي من اجل تعزيز الترابط والتكافل بين دول المجلس في مختلف المجالات بما يرسخ هذه المسيرة المباركة ويحقق اهدافها النبيلة ان قادة دول المجلس يهدفون من وراء القمة التشاورية اليوم والمزمع عقدها فالرياض الى حماية الامن القومي لدول التعاون في ظل تهديدات ومخاطرة تحدق بهذه المنطقة ان قمة اليوم التشاورية تتأتى من عوام العدة بينها التوقيت الذي يأتي بعد انتهاء عاصفة الحزم لدعم الشرعية باليمن وبدء اعادة الامل وانعقادها قبل اسبوع من قمة قادة التعاون بين الرئيس الامريكي براك اوباما اضافة الى طبيعة الموضوعات وايضا التحديات الجسام التي تتناولها شاملة الارهاب والملف النووي الايراني الى جانب حلم الوحدة التي بات واقعا ملموسا بعد عاصفة الحزم ان مشاركة حضرة صاحب السمو الامير حافظه الله ورعا في هذه القمة التشاورية لاصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي لتؤكد ان الكويت قيادة وحكومة وشعبا كانت وما زالت حريصة على بدل كل ما تستطيع وبالتعاون مع شقيقاتها الخليجيات لمجابهة اية عقبات تواجه مسيرة وحدة دول التعاون او اهتنال من امنها او استقرارها نشاهد واياكم ايوالاخوة والاخوات وصول الطائرة التي تقل حضرة صاحب السمو امير البلاد حافظه الله ورعا والوفد الرسمي المرافق لسموه الى العاصمة الرياض حيث وصلت الطائرة الى مطار القاعدة الجوية في العاصمة الرياض ان هذه المشاركة الكويتية اليوم في اعمال هذه القمة التشاورية تأتي في وقت يحبس فيه الجميع انفاسه انتظارا لما قد تسفر عنه تطورات الاوضاع في المنطقة على خلفية ما تشهده من احداث جسام ربما تغير وجه العالم مستقبلا سيما في ظل التهديدات التي توجه دول التعاون الخليجي على كافة الاسعيدة والتي حاولت مرارا وتكرارا النيل من ترابها الوطني وايضا من مقدراتها وسعت لتقويض مسيرتها الوحدوية وتحتم في نهاية المطاف وفي الحقيقة الى التنسيق والتشاور المسبق بين القادة والزعماء الخليجيين خاصة قبل اجتماعهم المنتظر مع الرئيس الامريكي في كام ديفيد منتصف الشهر الحالي ان القمة الخليجية التشاورية اليوم وبحضور فاعل من حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه والقيادة السياسية التي لا تترك مناسبة بهذه الحيوية الا وشاركت فيها بوفد عالي المستوى يتقدمه حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الذي يحرص دوما على كل ما من شأنه دعم اواصر اللحمة الخليجية التي تحظى باهتمام كبير من السياسيين والمراقبين فضلا عن الشعوب الخليجية ذاتها ويرجع ذلك لاكثر من عامل مثل ما تم ذكره سابقا لحظاتي والاخوة والاخوات يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والبودر رسمي المرافق للسمو والذي من المنتظر ان يشارك في هذه القمة التشاورية التي سوف تعقد اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة ولا يخفى عليكم ان هذه القمة التي سوف تعقد اليوم ستناقش العديد من الملفات الساخنة في المنطقة ويتقدمها الشأن اليمني وتأثيره على المنطقة اضافة الى الملف النووي الايراني المثير للجدل بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وايضا مستجدات الملفين السوري والعراقي وايضا ملف الارهاب وايضا ايها والاخوة والاخوات من بين العوامل المهمة توقيت انعقاد هذه القمة حيث الظروف والاجواء المحيطة التي سبقتها وتخللتها ولعل ابرزها انتهاء عملية عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن الشقيق وبدء عملية اعادة الامل التي تهدف لوضع اليمنيين من جديد على بداية طريق التنمية والتقدم وايضا يأتي توقيت انعقاد هذه القمة التشاورية مهما بالنظر الى ما افرزته هذه الظروف في مجملها من تداعيات ومخاطر وما فرضته من تحديات وتهديدات تستوجب سرعة التعامل معها ومواجهتها بمنطق ورأي واحد حيث ما احوجنا اليوم الى موقف سياسي ودفاعي وامني واختصادي واحد في مواجهة خارطة التهديدات المشتركة التي تحتم التعاطي معها فوق جبهة امنية واحدة وهو ما تؤكد عليه دولة الكويت في هذه الاجتماعات الخليجية ولعل القضية الابرز والمحورية في هذه القمة هي اللقاء المنتظر الذي يجمع قادة الدول التعاون مع الرئيس الامريكي في قمتهم في كام ديفيد نشاهد وياكم في هذه اللحظات يتقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستقبال حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مطار القاعدة الجوية في الرياض حيث يستقبل السمو حفظه الله اصحاب السمو الملكي الامراء واصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية ما زلنا معكم وعلى لواء مباشرة ننقل لحضراتكم هذه المشاهد الحية من مطار قاعدة الجوية في العاصم الرياض حيث الآن نشاهد وياكم حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق للسمو الذي وصل للتو الى مطار القاعدة الجوية في مدينة الرياض لحظات ويكون في استقبال السمو حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وايضا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز وللعهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة لقد رحب خادم الحرمين الشريفين باصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اللقاء التشاورية السنوية الخامس عشر الذي سوف يعقد اليوم بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض سائلا الله تعالى ان يوفق قائدة دول المجلس لكل ما يحقق المزيد من التطلعات لشعوب دول المجلس ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية والدولية ما زالت مراسم الاستقبال تجري لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وبعد قليل سوف يصحب خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدة الى قاعة الاستقبال في مطار القاعدة الجوية في مدينة الرياض ان هذه القمة التي سوف تعقد بمدينة الرياض اليوم تأتي في ظل امال عربية وخليجية عريضة لبلورة نظام امني خليجي جديد لتدعيم التوازن الاستراتيجي للمنطقة خاصة وان هذه القمة تأتي بعد عاصفة الحزم وان هذه العملية بلا شك قد وضعت اساسا قويا لهذا التوازن الاستراتيجي نشاهد وإياكم هذه اللقطات الحية حيث يصحب فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي وصل للتو الى مطار القاعدة الجوية في مدينة الرياض حيث يقوم سموها الآن حفظه الله ورعاه بالسلام على مستقبلي في مطار القاعدة الجوية من اصحاب المعالي الوزراء وايضا اصحاب السمو الملكي الامراء وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدها يتوجه حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وبصحبة صاحب وبصحبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى قاعة الاستقبال في مطار القاعدة الجوية في استراحة قصيرة ومن ثم يتوجه بعدها حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى مقر اقامة سموه في مدينة رياض من المنتظر ايها الاخوة والاخوات ان يتناول القادة اليوم في لقائهم التشاوري الى تقديم مزيد من المساعدات الانسانية والاغاثية لابناء الشعب اليمني لتخفيف ما يعانيه من ظروف اقتصادية خانقة جراء الاعمال اللا انسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وانصار رئيس المخلوع علي عبدالله صالح في محافظات عدن والضالع وايضا تعز وشبوة ومأرب وغيرها من المحافظات والمدن اليمنية لقد داب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي منذ اقراره في قمة ابوظبي في عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين ان مشاركة حضرة صاحب السمو امير البلاد اليوم في هذه القمة التشاورية لاصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي لتؤكد ان الكويت قيادة وحكومة وشعبا كانت وما زالت حريصة على بدل كل ما تستطيع وبالتعاون مع شقيقاتها الخليجيات لمجابهة اية عقبات تواجه مسيرة ووحدة ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي نشاهد وياكم هذه اللغطات الحية حيث يصحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صبح الاحمد الجابر الصبح حفظه الله ورعاه الى قاعة الاستقبال في مطار القاعدة الجوية في مدينة الرياض في استراحة قصيرة يتبادل حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله مع خادم الحرمين الشريفين الاحاديث الودية وبعض المناقشات القصيرة قبل ان يتوجه حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه الى مقر اقامته في مدينة الرياض ان هذه المشاركة الكويتية في اعمال هذه القمة التشاورية اليوم تأتي في وقت يحبس فيه الجميع انفاسه انتظارا لما قد تسفر عنه تطورات الاوضاع في المنطقة على خلفية ما تشهده من احداث جسام وتطورات خطيرة وعقبات تواجه دول المجلس سيما في ظل التهديدات التي تواجهها المنطقة ان القمة التشاورية التي تعقد اليوم في مدينة الرياض وبحضور حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه وبحضور حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الذي يرأس الوفد الرسمي المشارك في هذه القمة حيث يرافق سمو حفظه الله وفد رسمي ضم كل من معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس خالد الصالح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ووكيل وزارة الخارجية خالد اسليمان الجرالة ورئيس الشؤون الأعلامية والثقافية بالديوان الأمري يوسف حمد الرومي والوكيل للشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأمري الشيخ فواز سعود ناصر سعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأمري ووزارة الخارجية إن هذا الحضور الفعال من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وهذا الوفد الرسمي الذي لا يترك مناسبة بهذه الحيوية إلا وشارك فيها بوفد عالي المستوى مثل ما نشاهد وإياكم يتقدم هذا الوفد الرسمي حضرة صاحب السمو الأمير الذي يحرص دون على كل ما من شأنه دعم أواصر اللحمة الخليجية التي تحظى باهتمام كبير من أغلب السياسيين والمراقبين في العالم فضلا عن أشعوب الخليجية ذاتها ويرجع ذلك لعدة عوامل وأهداف وأيضا نقاط مهمة تعد هذه القمة أيها السادة قمة تشاورية مهمة سوف يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية سوف تتناول العديد من الملفات الساخنة التي سوف تعرض بلا شك على قادة دول المجلس في هذه اللحظات أيها السادة يقدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد مطار القاعدة الجوية بالعاصم رياض حيث يصحبه في هذه المقادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية حيث نشاهد وياكم مغادرة حضرة صاحب السمو متوجها إلى مقر إقامته حيث من المنتظر أن يفتتح ويترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة تشاورية التي سوف تعقد بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية اليوم ما زلنا أيها الأخوة والأخوات ننقل لحضراتكم مراسم استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد في مطار القاعدة الجوية في مدينة الرياض حيث كان في استقبال سمو حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذه القمة سوف تناقش العديد من الملفات الساخنة مثل ما ذكرنا سابقا ويتقدم هذه الملفات بلا شك الملف اليمني وتأثيره على المنطقة إضافة إلى الملف النووي الإيراني بالإضافة إلى الملفين السوري والعراقية التي سوف تكون بلا شك من أهم الموضوعات التي سوف يتناولها القادة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي سوف تعقد في مدينة الرياض بما شئت له تعالى اليوم في هذه اللحظات نشاهد وإياكم مغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد مطار القاعدة الجوية في مدينة الرياض متوجها إلى مقر إقامته نجدد الترحيبكم مشاهدين الكرام في هذا النقل المباشر وفي هذا البرنامج المباشر والذي واكبنا من خلاله وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعا إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض لترأس وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعامل لدول الخليج العربية إذن أيها السادة ما زلنا نتواصل معكم ولإلقاء المزيد من الضوء على أهمية هذا الحدث العربي والخليجي الكبير نصطيف في الاستوديو معنا الآن المحلل السياسي الأستاذ علي فضالة نساء الخير أستاذ علي سعداء بهذا اللقاء وشكرا على تلبيتك لهذه الدعوة بداية الأستاذ علي شهدنا وإياك هذا النغل المباشر كمدخل لهذا اللقاء كيف تصفون لنا أهمية هذه القمة الخليجية التشاورية التي سوف توقض اليوم في مدينة رياض أوشي مسي عليك ومسي على المشاهدي الكرام وهذه القمة أعتقد تعتبر القمة الخامس عشر هي المضخمة بالقضايا الساخنة خاصة بعد انتهاء اللي هي عاصفة الحزم وهناك قضايا كثيرة مثل قضية اليمن وقضية إيران والمفاعل النووي وسوريا والعراق وهذه القضايا كالأول اللقاء المرتقب بين قادة دول مستعاون مع الرئيس أوباما هذه القضايا كلها الآن سوف تدرج على جدول العمال والنقاش خاصة في ظل الأحداث المتسارعة الآن الموجودة في بؤرة الخليج بالذات نحن الآن نريد انطلق ما هي القضايا الأبرز وهي القضية المحورية التي رح تكون هي طبعا قضية اليمنية اليمنية رح تكون قضية الآن رئيس اليمنية طالب في هناك العقاد في سبعة عشر خمسة اللي هي الصلح اللي هي اجتماع لكل قادة العشائر أو قادة المتناحرين أن يهضرون إلى الرياض لعمل اجتماع أو تشاوري تشاوري حتى أن يضعون حلول جذرية سياسية لهذا الموضوع إذن هذا لازم يكون هناك لنا أولويات فيه ونقاشة لعمية هذا الصلح لأنه تكريسا لدور التي قامت فيها الدور المستعاون وقرارات المستعاون وتسليم السلطة للرئيس المخلوع علي عبد الرصالح إلى عادي منصور إذن معنى ذلك لابد أن نكون لنا دور واضح وبارز إنها تفعيل الدور خاصة إن إيران قالت في المسودة الأخيرة بلسان نائب رئيس الخارجي الإيراني بأن يكون هناك منظومة لهذه الحوثيين أن كلهم تيارة سياسية مستقل ينوط عليه وصحيح مكون أساسي في المجتمع لكن لا نريد أن نصر مكون أن نكون نظيرة بغرار الوحزب الله الموجود في لبنان إذا معنات إحنا لم نستطيع أن نفعل شي في هذا القرار فتحنا ملف آخر طبعا هذا موضوع وموضوع القضاء على الارهاب شوف دول المستعاون لازم تعرف شغلة واحدة دول المستعاون أساسا لا تصنع الفوضى هي دائما في كل مشاكلها تحلح حلا سياسي ولا تتدخل مباشر في أي دولة من الدول الجوار ولا تتدخل في أي دولة تختلف معها سياسيا لكن هناك قطر آخر دخل آنا معنا في اللعب وهذا النظام أثر على موضوع الاجتماع الضروري هناك تدخل مباشر بألسنة أنظمة أخرى في الدخول في وضع آلية تحديد معالم هذه بعد عاصمة الحزم الذي استطاع منها خادم الحرم الشريفين بهذا التخاطر الدول المستعاون الآن صال لها كلمة وصال لها رأي وصال لها حدود بمعنى الصحة أنا مسميتها عودة الإنسان تقراتها جولات في جميع الأزمات ولها يد في العديد من الحلول ولكن السؤال أيضا أستاذ علي يعني الوقت ضايق ولكن بجانب الملف اليمني هناك أيضا العديد من الملفات التي سوف يتم تناولها في هذه القمة تشاورة إذا ممكن يعني هل هناك على ما أعتقد ملف السوري أيضا الملف النووي الإيراني الملف العراقي لا بد أن يأخذ حيز يعني جانب ومهم في مباحثات القادة الجانبين أساسيا هو اللقاء المرتقب لازم يكون عندنا أهداف استراتيجية واضحة وملفنا جاهز لن نروح نقابل اللي هو الرئيس الرئيس الأمريكي أوباما في منتصف الشهر القادم القضية الإيرانية هل القضية محور أساسية ومفاعل النووي الموجود أثراره وجانباته وكذلك بعد ثلاثين ستة ماذا سوف يحدث ماذا سوف يحدث الآن بعد الانفراد الأمريكي الآن باتفاقها مع إيران ما هو العلاقات الآن التي ستنبني بعد هذا الاتفاق ما هو التوافع الاقتصادية هل إيران ستعيد إلى الحقبة إذا تدخلاتها في بعض الدول مثلا وضع حدود لها انت لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية بالنظراتها المجتمعية المختلفة تضع لها حلول مستراتية تتعامل مع الجهة القوية هل إيران سوف تصنع نفسها أن تكون هي شط المنطقة في القادم وما دور المملكة العربية والسعودية ودور استاذي الفاضل هناك حركة دؤوبة كانت في المملكة العربية والسعودية وكانت هناك حركة غير يعني دؤوبة بحركة مستمرة الآن هناك حلقة بعد اللقاء التشاوري رح يطوم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة الكويت لمقابلة صاحب السوء الملاد لازم تعرف هناك حركة دوبة بالشقيقة الكبرى وهناك الشقيقة الصغرى إذا جاز التعبير الكويت تأوب جمعا بالعمل السياسي إذا كانت الكويت لا تشارك في الحر لكن تشارك بالعمل السياسي طيب استاذ علي ما هو الآن المفروض من خلال هذا اللقاء التشاوري على قار الدول المجلس يعني لابد أن يكون هناك مثل ما تعلم بأن هذا اللقاء التشاوري يسبق لقاء كام ديفيد في منتج عدم كام ديفيد لابد بأن يكون هناك اتفاق لرؤى لابد أن يكون هناك اتفاق حول يعني استراتيجية معينة باعتقادك ما هي أهم النقاط التي سوف يأخذها معهم قار الدول المجلس وسوف يتم طرحها مع رئيس أوباما شوف ثلاث أشياء رئيسية الاقتصاد وبعد من بعد ثلاثين ستة ماذا سيكون في الناحية الاقتصادية هل هناك ضغط الآن إلى مملكة عربية السعودية لعمية التنازل في عمية التبادل الاقتصادي هناك لم يطبق قرار التبادل الجمهوري والقانون تنازل يخص أي جانب جانب المملكة عربية السعودية بخاصة إيران بعد ثلاثين ستة رح تنطلق الآن إلى عادة بناء دولة ورح تكون هناك طبرة اقتصادية لها الآن أنت عندك الصين دخل في شرق آسيا أنت كإيران عندها هناك تفاعل لأنها تعتبر مملكة عربية السعودية صادراتها من قوة من صادراتها لمية أو ثمانية مليار دولار إذن هي قوة اقتصادية موجودة في قطوة الخير لازم يكون هناك هناك رؤية موحدة بين دول المستعاون في عمية الاقتصاد هل هي رح تشارك الدول المستعاون في البنية التحتية مع الإيران مع دامة هناك خلاف خلاف عرق الآن واصل إلى العمق بيننا وبين إيران إذن ماذا تريد أمريكا الآن مع العلاقات مع إيران بعض الثلاثين ستة ما دورناه الآن قادم ما هو دور مجلس يعني هل تتفق مع بعض أو بعض يعني رؤى من بعض المراقبين في السياسة المحلية بأن يعني بعض التوجهات السياسة الخارجية قد تكون غير واضحة طبعا أنا أعتقد الرؤية الأمريكية الآن غير واضحة يعني في تغيير طبعا طبعا الآن في قضية سوريا الآن تريد الآن هناك وغربي هو أمريكا وروسيا الآن تتشاور في تقسيم عراق وإحنا الدول العربية ومملكة عربية السعودية ومستعاون لا يريد تقسيم أي دولة عربية وهذا الموضوع الآن دعم الثوار الأكراد الموجودين في شمال عراق ممكن يأثر هناك نزعة طائفية تكون في العراق إذا نحن لا نحمد عقباها إحنا لا نريد أن ندخل في أزمات إحنا نريد الدول ما تستعاون تريد استقرارا فلازم يكون لنا دور واضح استراتيجية واضحة هدف واضح ونروح لأمريكا ونقول له هذا هو برنامجنا وهذا رؤانا عطينا رأيتي عطينا رأيتي وعطينا رأيتي الأمام أمريكا تتعامل معه الأقوى إيران وضعت أيديها في بعض الدول الجوار وصارت قوة ضغطة على الدول من الاستعاون ودول الاستعاون اكتفت من ثمانية وسبعين حتى هذا التاريخ من صراعات داخل المنطقة تريد الاستقرار دول مستعامل بحياتها كلها بخلافها العلاقات الشخصية لم تتدخل في عمية خلق الفوضى إيران دخلت لنا في خلق الفوضى عدم الاستقرار في وضع السياسي عدم الاستقرار في الناحية الاقتصادية يجب أن يكون لنا رأي واضحة في التعاطي الاقتصاد أستاذ علي يعني مثل ما تعلم بأن سوف تكون هناك مشاركة كضيف شرف للرئيس الفرنسي فرانس هولند في هذه القمة وهناك من ذكر بأن هو أول زعيم غربي يشارك في قمة خليجية منذ أن تأسس المجلس في عام 1981 ما أثر هذه السياسة؟ طبعا لازم يكون عندك على بينا من أي الدول للتحالف التي أيدت استعمال الحق لإستعمال العصفة الحزمة هي بناء قرارات الأمم المتحدة يجب أن يبين هذه النقطة لم تهم في الفصل السابع أنه يكون هناك تدخلات والدول المتاخمة التي تتخذ هذا القرار للدفاع عن نفسها مثل ما حظر في العصفة الحزب زيارة الرئيس الفرنسي حالي هي زيارة ودي أول شي في النقطة الأساسية وثاني التبادل الاقتصادي وعلى أنه حليف استراتيجي مع اليمن وهو دور في تأييد الصفة الحزب ولو هناك شراكة وهناك تبادل الاقتصادي الآن مفتوح بين فرنسا والقضاء العسكرية والاقتصادية هناك انفتاح قوي خاصة أن فرنسا في الآونة كانت تهاجم الارهاب وكانت تدعم تهاجب بطريقة واضحة في عمية الارهاب ومساندة في هذا الشيء فهناك كانت تهامات جسيمة لبعض الدول بأنها تساند العمل الارهابي الموجود منها داعش وكذا فكان من ضمنها الآن هو يريد هذا الرئيس الفرنسي أن يهدي الأجواء الاقتصادية الأجواء السياسية عاسف ثم ينتقل إلى الناحية الاقتصادية ويكون هناك له دور في عادة بناء اليمن أو عادة بناء الدول اليمن الآن يعني المبالغ المدرجة الآن يعني تفوق المبالغ الآن لعادة بنية تحتية لليمن فأتقد هذه الدول تريد لكل مصالحة خاصة أنها دولة مؤيدة لعصفة الحسنية والبريطانية نعم إذن عزيزي المشاهد كل شكر وتغذير للأستاذ علي فضالة المحلل السياسي كان معنا في استيديو تلفزيون دولة الكويت إذن أيها الأخوة والأخوات نقلنا لحضراتكم وقاء وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجاب للصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مطار القاعدة الجوية في مدينة رياض وذلك من المنتظر أن يشارك حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في القمة التشاورية التي سوف تعقد بمشاء الله تعالى في مدينة رياض اليوم أشكر لكم حسن المتابعة نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته